وزير الخارجية الايرانية يمارس لعبة الخداع التي طالما عرف بها الملالي في لقاء مع صحيفة لوبيان الفرنسية وعلى هامش مشاركته في منتدى الدوحة قبل ايام انكر ضريف ان الملالي قالوا انهم يريدون تدمير اسرائيل ضريف تحدى مراسل الصحيفة قائلا اذكر لي مسؤولا ايرانيا واحدا قال ذلك لم يقل احد هذا الامر لكن برجوع للارشيف كان احمد نجاد دائما الحديث عن تدمير اسرائيل اما خامل اي فلم حايل الامر نفسه وتجنب التصريح به بشكل مباشر فهل تصريحات ضريف اعتراف بان ما يردده الملالي هو مجرد الشعارات جوفاء لخداع العربي والمسلمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة